في ظل احتكار الاحتلال للكهرباء أهم مصادر الطاقة في فلسطين يحاول الفلسطينيون إيجاد طرق أخرى لتقليص التبعية للاحتلال من خلال استخدام مصادر الطاقة البديلة في ورشة أقامتها شركة راك تيك لهندسة الطاقة وتكنولوجيا الأمانة تم مناقشة آفق الاستثمار في التقنيات الحديثة للطاقة التي يزداد استخدامها والطلب عليها يوما بعد يوم طاقة المتجددة تغنينا عن شراء كل ميجاوات نولده هو ميجاوات لا نشتري من الاحتلال 300 ميجاوات هذه تقدر بأكثر من مليار دولار كاستهلاك سنويا لذلك سيكون هناك توفيرات كبيرة الآن بدأنا لنزال عند 15 ميجاوات ولكن طموحنا نصل إلى 300 ميجاوات إن شاء الله في عام 2020 ووفقا للأرقام فإن فلسطين سجلت انتشارا واسعا في استخدام السخانات الشمسية وصلت إلى 87% والتي بدأ استخدامها في ستينات القرن الماضي فيما تنتشر في السنوات الأخيرة اتجاهات لتعزيز الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في توليد الكهرباء باعتبارها طاقة بديلة متجددة قليلة المخاطر أكثر عائد على الاستثمار هو عائد الطاقة المخاطرة لأنها مجال خطورة فيها قليل جدا يعني مخاطرة فيها قليل جدا وتعطي أعلى عائد يعني تقريبا 16 مليا على هامش ورشة العمل عرضت راك تيك منتجاتها لتقنيات الطاقة البديلة التي بدأت تنتشر في فلسطين حيث ضمت أحدث الأنظمة من وكالات عالمية المنتجات الموجودة في معرض طبعا الأساسية الخلايا الشمسية اللي هي فوتوفولتيك الخلايا هذه ممكن تركب من كيلو لاثنين لأربعة لخمسة حسب التكلفة ممكن من ألف دولار عشر دولار حسب البيت ثاني إشي البطارات التخزينية ما فيها مطوعا شبكة الكهرباء ممكن تخزين ثالث إشي الجنريترز المولدات الكهرباء الاعتيادية الديزل البنزين اللي هي عندنا وكالات فيها من كل الشركات الألمانية زائد اليو بي اس زائد الأمور الصناعية اللي ممكن أيضا تفيد في مجال الشبكة الأساسية للكهرباء وتسعى الحكومة الفلسطينية إلى إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بقيمة عشرة ميجاواط لكل محافظة في الضفة الغربية من مدينة رامالدو عائس يوري تلفزيون وطن اشتركوا في القناة